لاجئون يطاردهم الخوف في كل مكان لا فرق بين الفقر هنا أو الفقر هناك فالأمان أهم فالرماليين الأفغان من جحيم الإنفلات الأمني إلى باكستان أوضاعهم المعيشية لم تتحسن كثيرا لكنهم يفضلون العيش بقوة يومهم على العودة إلى مجهول ينتظرهم في باكستان يمكننا على الأقل كسبقوتنا ولو في ظل ظروف صعبة أما هناك في أفغانستان فمن الصعب البقاء على قيد الحياة لقد قابلنا أشخاصا كثر عادوا من أفغانستان وأخبرونا عن محلة الناس هناك لأن الحرب لا تزال قائمة لن نعود حتى بعد انسحاب كافة القوات الأمريكية بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت مغادرة أكثر من 150 ألف لاجئ أفغاني لمدينة كاراتشي عائدين إلى ديارهم منذ 2002 فيما لا يزال يعيش أكثر من 50 ألف آخرين في أهم المدن الباكستانية وفقا لتقرير المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعيش أكثر من مليون لاجئ أفغاني مسجل في باكستان وهناك أخرون غير مسجلين أساسا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان نتوقع ظهورا جديدا لمقاتلي طالبان حيث نسمع أنباء عن سيطرة المسلحين مرة أخرى على بعض المناطق سراعات أمنية لا تنتهي فالانفجارات والعمليات الإرهابية باتت جزءا من حياتهم في غياب اتفاق لوقف إطلاق نار دائم بين الطالبان والحكومة الأفغانية لا يدفع ثمنه إلا الضعفة